دعوة الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ويديه والمسلمعين وجميع المسلمين آمين يا عم كتابة عن أسماء الحسنة تأليف الشيخ عبد الرزاق لعبد المحشن البتر يحفظه الله اسم الله العلي الأعلى المتعالج قال تعالى هو العلي العظيم وقال تعالى وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى تبه اسم ربك الأعلى وقال تعالى إلا تغاء وجه ربه الأعلى وقال تعالى العالم الغيب والشهادة الكبير المتعالج والسلام وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات وهو العلي علو ذات قد استوعى العرش وعلى على جميع الكائنات قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى في ست آيات في القرآن ثم استوى على العرش أي على وارتفى عليه علو يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وهو العلي علو علو قدر وهو علو صفاته وعظمته صفاته وعظمتها وعظمتها فإن صفته عظيمة لا يمثلها ويقاربها صفة أحد بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته وهو العلي علو قهر حيث قهر كل شيء ودنته الكائنات لأسرها فجميع الخلق نواصي بيده فلا يتحرق منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه وما شاء كان وما لم يكن هذا وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعدلت الشوائل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه حتى إن القرآن الكريم به أزيد من ألف دليل على علو الله سبحانه وهي مندرجة تحت أنواع عديدة بيانها في مياله الأول التصريح بالفوقية قال تعالى وهو القاهر فوق عبابه وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أن سعدا حكم على بني قريضة أن يختل منهم كل من جرت عليه الموسى وأن تسبى ذرريهم وأن تقسم أموالهم أموالهم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم حكم الله الذي حكم به فوق سبع سماء الثاني التصريح بالعروج إليه سبحانه قال تعالى يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال تعالى من الله ذي المعارك تعرج الملائكة والروح إليه الثالث التصريح بالصعود إليه قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدي أمره من كسف طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه كما يربي أحدكم فلوه أبو حلا الشيخ شكله خرج طيب لا معاكم أنا معاكم طيب أنا معكم كما يربي أحدكم فلوه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل رابع عارفين عارفين عارفيني عن إيش الفل وإنتم نعم صغير شكل أيها صغير الخيلي المهر 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 من الخيلي نعم نعم جزاك الله خير تفضل الرابع التصريح برق المخلوقات إليه قال تعالى بل رفعه الله إليه وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إليه الخامس التصريح بتنزيل الكتاب منه قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين السادس التصريح بأنه تعالى في السماء قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وفي صحيح مسلم من حديث معاوية إن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعطقها فإنها مؤمنة وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء السابع التصريح برفع الأيدي إليه روى الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم استحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يعدهما صفرا خائبتين الثامن الإشارة إليه حسن إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به لما كان صلى الله عليه وسلم سلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم اليوم الأعظم قال للناس وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يا سلام قال له نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعي السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم نشهد اللهم نشهد ثلاث مرات التاسع إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ترجد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات وحديث المعراج مخرج في الصحيحين العاشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زيني فرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب أي إني لأظن لأظن موسى كاذبا فيما أخبره به من أن الله صد في السماء فمن نفى علو الله فيه شبه من فرعون ومن أثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه السلام ونهج جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه فهذه لا دلة ونظيرها كثيرة في الكتاب والسنة فضم تثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه عالي على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه بل هو فوق العرش المجيد كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر بذلك عنه صلى الله عليه وسلم وهو أمر متقرر مجمع مجمع عليهم من سلف الأمة وإمة المسلمين قال أبو نصر أستجججي أستججي رحمه الله في كتابه وإمة وإمة كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيين وحمد بن سلام وحمد بن زيد عبد الله ابن المبارك وفضيل بن عياب وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي يتفقون على أن سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان والإيمان بعلو الله على خلقه يورس العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها له عن النقائد والعيوب وإخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركات قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يبعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليل الكبير وقال تعالى قدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نظير من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليل الكبير هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وراء الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاك العلي الأعلى المتعال هذه الأسماء الثلاثة التي تتفق جميعا في صفة العلو لله تبارك وتعالى علو الذات وعلو القدر والصفات وعلى ما درجنا في أسماء الله الحسنى نتكلم أيها الكرام الفضلاء عن الأمور الإحصائية أولا فاسم الله العلي ذكر ستة مرات في القرآن ذكر في أشهره في آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله في ختامها وهو العلي العظيم وذكر باسم العلي الكبير في أربعة مواطن على الترتيب الحج اثنين وستين لقمان تلاتين سبع تلاتة وعشر غافر اثنى عشر وذكر العلي العظيم في سورة الشورى الآية الرابعة نخلص من ذلك أن اسم الله العلي ذكر ستة مرات مقترنا بالعظيم في موضعين وبالكبير في أربعة مواطن لأن العلو يدل على العظمة فارتبط العلي بالعظيم والعلو يدل أن الله كبير تبارك وتعالى فكل ما على في ذهنك من بناء أو من صفات فالله تبارك وتعالى أكبر وأعظم من كل هذا العلو الذي يخطر على بالك ولذلك كان من السنة إنك إنما تأتي على عند الشرف يعني عند المكان المرتفع أن تكبر الله إذا كنت في سفر قال النبي للرجل عليه الصلاة والسلام وكبر عند كل شرف وسب عند كل مهبط فلما تأجي في مكان مرتفع طالع عقبة ولا طالع كده جبل تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني يا رب أنت أكبر من هذا الارتفاع ومن هذا الشاهق الذي يصيبني بالخوف ويصيبني بالوسوسة فما أجمل الفواصل القرآنية في الآيات شيء عظيم شيء له عجب عجاب سبحان الله واسم الله الأعلى ذكر في القرآن مرتان ونزلت سورة باسم الله الأعلى تبارك وتعالى في مفتتحها سبح اسم ربك الأعلى وذكر في سورة الليل وذكر في سورة الليل أيضا أيها الكرام الفضلاء وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أما اسم الله المتعال فلم يذكر إلا مرة واحدة في سورة الرعد قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فالعلي والأعلى نعرف معانيها لكن المتعال ما معنى المتعال أو المتعالي هو القاهر لخلقه بقدرته التام والمفسرون جعلوا هذا الاسم دالا على علو القهر وهو أحد معاني العلو أي أن المتعالي هو المستعد على كل شيء بقدرته تبارك وتعالى والمتنزه عن صفات المخلوقين المتعالي عما يقول عما يقول المشركون وكما قلت لكم ما ذكرنا مرة واحدة أما في السنة انظر ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد في المسند وصحف الشيخ عمد شاكر قال قرأ النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي قرأ الآية هذه والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عن ملكون قال عليه الصلاة والسلام يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعال يمجد نفسه فجعل رسول الله يردد حتى رجف به المنبر حتى ظنن أنه سيخر به يعني ظنن أن المنبر حيطيح بالرسول عليه الصلاة والسلام طيب يا أخواني ما الفرق بين الأعلى والعلي والمتعال العلي أيها الكرام الفضلاء العلي هو صفة العلو بكل معانيها علو ذات وعلو صفات والأعلى فيه معنى المفاضلة بمعنى أن له العلو ولا أحد يعلوه هو الأعلى من كل أحد ومن كل شيء أيضا علو ذات وعلو قدر وصفات للنصيغة مبالغة على وزن أفعل وأما المتعالي كما ذكرنا آنفا هو القاهر لخلق بقدرته هو القاهر لخلق بقدرته يقول الطبر رحمه الله في في اسم الله المتعالي يقول المتعالي المستعلي على كل شيء بقدرته وهو المتفاعل من العلو مثل المتقارب من القرب يعني المتعالي على وزن متفاعل ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره المتعالي على كل شيء قد أحاط بكل شيء علم وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد وذلل الأمور الصعاب فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سوى إذن المتعالي هنا معناه المستعلي بقدرته يعني فيها صفة القهر أيها الكرام الفضلاء وقال صاحب تفسير الخازن المتعالي يعني المنزع عن صفات النقص المتعالي عن الخلق المتعالي عن الخلق موصوف بالعلم الكامل والقدرة التامة ومنزع عن كل النقائص ويقول الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير المتعالي المترفع وصيغت الصفة بصفة تفاعل للدلال على أن العلو صفة ذاتية له لا من غير يعني هو الرفيع رفعة واجبة أيها الكرام الفضلاء لابد نؤمن بذلك علو قدر وعلو ذات وليس كما قال الصفية الضلال وغيرهم ولذلك الإيمان بسم الله الأعلى والعلي والمتعال يرد على الجهمية ويرد على الأشاعرة ويرد على المعتزلة ويرد على الصفية ويرد على الكلابية ويرد على الماتوريدية وكل هؤلاء والحلولية الذين يقولون الله في كل مكان نقول كذبتم وقلتم العجر والبجر بل الله فوق سمائه فوق عرشه تبارك وتعالى عال علو يليق بجلاله وكماله هذا هو تبارك وتعالى وليس كما قال هؤلاء أن من جعل الله في العلو في السماء معنىه لابد أن يكون داخلا فيه وجعلها بالظرفية لا نقول علو يليق بجلاله وكماله كما أخبر هو عن نفسه في مجموع الآيات التي مرت معنا العلي ستة آيات والأعلى آيتان والمتعال آية مجموع تسع آيات وكما قلنا العلو هنا تعني الفوقية والعروج الصعود الرفع كل هذه آيات تدل الآيات هذه كلها إليه يصعد الكلم الطيب والسماء إذا سأل سأل بعذاب واقع الكافي ليس له دافع من الله ذي المعارج وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كل هذا يدل على صفة العلو من حيث الفوقية ويعرج إليه ويصعد إليه ويرفع إليه وينزل منه الكتاب وأنه في السماء كما قال النبي في حديث معاو الحكم السلم في الجاري أين الله فأشارت فوق قال نعم اعتقى فإنها فإنها مؤمنة والمتعال من تعالى يتعالى فومتعال صيغة متفاعل وهو أبلغ من الفعل على لأن زيادة المبنى كما في القاعدة تدل على زيادة فيه تدل على زيادة في المعنى زيادة المبنى تدل على زيادة في ماذا تدل على زيادة في المعنى كما يمر معنا من القواعد ولذلك تعالى بفتح الله والإثنين تعالى والرجال تعالى وللمرأة تعالى وللنساء تعالين إلى غير ذلك وكما مر معنا وقلنا العلو أنواعه علو ذات أيها الكرام الفضلاء علو ذات ودليله كمرة معنا الرحمن على العرش استوى ولذلك لما دخل الرجل على المالك يسأل عن هذه الآية قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع ولا رأك إلا مبتدعا فأخرجوه فأخرجوه ولذلك الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه وعرشه فوق مخلوقاته فوق سماواته تبارك وتعالى النوع الثاني من العلو علو القهر والغالبة قال تعالى وهو القير فوق عباده اللي هو معنى المتعالي العلو الثالث علو المكانة والقدر فالله له المثل الأعلى تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى وأيضا هو متعال عن الشريك والمثيل والند والنظير قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كل هذا يدلك على هذه الأسماء المترابطة أيها الكرام الفضلاء وما فيها من زيادة المباني يدل على ما فيها من زيادة ماذا يدل على ما فيها من زيادة يدل على ما فيها من زيادة من زيادة المعاني وهذا الباب أعني علو الباري تبارك وتعالى لابد أن تحفظوه واتعوه جيدا فهو علو ذات وعلو قدر وعلو صفات وعلو قهر تبارك وتعالى تعالى أن من هذا الباب يدخل التشكيك في عقائد المسلمين من هذا الباب وكما قلنا وأثبتنا صفات العلو التي أنكرها الجهمية والمعتزلة والماتوريدية والأشاعر هم الذين أنكروا هذه صفة العلو وذكرناها أنها ثابتة من حيث الفوقية والعروض والصعود والرفع والتنزيل والتصريح بأنه في السماء ورفع الأيدي إليه في الدعاء ونما رفع النبي يده ينكتها إليهم اللهم بلغت اللهم فاشهد ولذلك هناك كتاب ما أوصيكم به وهو إثبات صفة العلو لموفق الدين ابن قدامى ويعتبر هو من كتب الأجزاء الحديثية يعتبر من كتب الأجزاء الحديثية لأنه جمع فيه الأحاديث التي تتحدث عن إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى يرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والماتوريدية والأشاعر أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد وأيضا ممكن تاخدوا كتاب بيان تلبيس الجهمية فيه جزء أيضا من الجزء الأول والثاني يتكلم فيه عن صفة العلو والرد على الأشاعر وأيضا ابن تيمية في الجزء السادس والسابع من كتابه درء تعارض العقل والنقل تعرض أيضا إلى مسألة العلو يرد فيه على الأشاعر واليام الذهبي رحمة الله على ابن قيماز ألف كتابا لإثبات صفة العلو سماه العلو للعلي الغفار العلو للعلي الغفار هذا ما تأثر إراده وتهيى إعداده وعانى الله على ذكري وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين